ننتقل الجزئية تانية في حوارنا طبعا النهاردة بعد اذن الكابتن نتحد لا انت حضرتك الموجودية اتفضل ايه رأي حضرتك في حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية لقاحة النظام الاساسي للجنة التسوية والتحكيم مركز توسط التحكيم تمام هو الناس فاكرة ان الحكم كان بيقصد مركز التسوية يعني ينسف مركز التسوية التحكيم كله لا طبعا الحكم هو واضح وصريح انه هو بيبطل الليحة الليحة التي اصدرتها الايه وهي المادة من القانون بالتحديد وانا اقولها لك يعني بالزبط يعني المادة بتقول طبعا عشان نعرف الناس تاني وكابتن متحد طبعا معنا في القصة دي وكنا تكلمنا فيها قبل كده المادة 48 من الدستور كان بتقولي عشان اقولك ليه مركز التسوية التحكيم يتعامل بهذه الطريقة وليه اللجنة الولمبية اساقت استخدام سلطاتها في وضع الليحة والكلام ده كل يعني مش اساقت استخدام سلطاتها في وضع الليحة لا اساقت استخدام نية عملت مجلس ادارة وده دخلت في الشؤون الفنية للمركز التسوية التحكيم مثلا المادة 84 من الدستور كان بتقول ايه وتنظيم شؤون الرياضة والهيئات الرياضية وفقا للمعايير الدولية دي المادة ورح اتعمل فصلة وكيفية الفصل في المنزعات الرياضية الفصلة ديه كابتن متحد يا سيد ايمن الفصلة ديه تقلت ان احنا ما نقدرش نعمل محكمة رياضية ليه بقى لان لو هي جت مثلا Jill وقال لك تنظيم شؤون الرياضة والهيئات الرياضية وكيفية الفصل في المنزعات الرياضية وفقا للمعايير الدولية كان من حركة نعمل محكمة رياضية زي ما اللجنة الانبياء الدولية عاملة المحكمة بتاعة الكاس او زي ما كان من حقك ان انت تعمل محكمة رياضية في مصر لكن للاسف كده ما المادة بتاعة 84 دستور لغت حكة ان انت تعمل محكمة رياضية كانت محكمة رياضية لو كانت اتعملت كان هيبقى ليه حق بقى و التنفيذ الاحكام و كل كله و تبع وزارة العدل و حيثيات و ختم النسر و كلام لكم و تشكيل و اللجنة و لازم يكون على القصة قاضي و حاجات تشريعية و قضائية و تبعية وزارة العدل طبعا انا عايز بس اقولك المادة بقى اللي كان فيه مادة اللي هي تسعة و تقريبا المادة تسعة و ستين من قانون الرياضة قد تنص بقى ده الخطأ بقى هي المادة من المحكمة الدستورية ابطالة المادة دي ابطالة المادة النهية و الذي ينص على ان يصدر يصدر مجلس قدارة اللجنة الولمبية قرارا بالنظام الاساسي للمركز طبعا هي دي المادة اللي ابطلت في حكم المحكمة الدستورية انه هو مش من حق ليه بقى لان دي دي مركز قانوني يعني له احكام يعني قضائي فما ينفعش ان انت جهة ادارية او جهة هيئة بعيدة عن القضاء ان هي او اغير اغير عن التشريع هيئة غير تشريعية ان هي اللي تطلع الليحة يبقى لازم ليطلع الليحة اللي هو المجرع يعني اذا كده احنا هنمطلوب ان لازم يطلع قانون بالليحة بتاعة المركز التنصوية التحكيم و دي لازم فعلا يحصل ان يطلع قانون مجلس النواب يعمل قانون غير المادة 69 دي ان هو يطلع الليحة تبقى طلع الليحة بقانون و ليست بقرار دي عندي سؤال يعني اللجنة الولمبية يعني اصدرت بيان ولغيته نعم فورا يعني من على موقعها هل انت شايف ان حكم المحكمة الدستورية كان انتصار للجنة الولمبية ولماذا اللجنة الولمبية الغت بيانها اللي كان نازل على موقعها هو طبعا هو هو اللابسي فين؟ هو حكم المحكمة الدستورية ده مش يعني او مش انتصار للجنة الولمبية بل بالعكس هم تتخيالوا كده؟ لا هم هتخيالوا كده هم كانوا كان كل الجميع كان فاكر ان مركز التحكيم ده كان هيتشالم خالص وتيجي محكمة قضائية لا هو محكمة قضائية ده انا ها اكلم حضرتك وخاصة المحكمة ده فهو افتكر ان ده انتصار لي ان هي لسه المركز هو مركز تابع للجنة الولمبية واحنا لما كنت انا موكيل لجنة الشباب والرياضة وكنت عضو في اللجنة اللي هي عملت القانون بتاع الرياضة ده احنا ساعتها احنا قلنا ما يتبع المركز التسوية التحكيمة احنا كنا بنشوف ايه طبي يتبع مين ان هو ما ينفعش يتبع وزارة العدل لانه هو مش محكمة اه نمنا اتنين ان هو طيب ايه الجهة اللي ممكن طيب طيب وزارة الرياضة ما ينفعش ليه لان وزارة الرياضة جهة حكومية وطبعا اللجنة الولمبية والبتاع والكلام ده والفيفا وكل ده بيقولك لا انا ما بعترفش بالايه بالجهات الحكومية ده يخدني السؤال لا انا عايز لا انا عايز لا لو في حاجة عايز اكمل لك عشان الفكرة توصل فاذا هنا لما قلنا ان المركز يبقى تبع للجنة الولمبية لكن اللجنة الولمبية ما تتدخلش في الشؤون الفنية الفنية اللي هي بقى زي ما قلنا انها تتدخل في الاحكام والحاجات تبقى هي خصمه وحاجة الحكومية انه ممكن تبقى خصم فعلا فعلا وكامل واعضاء منها يعني فاذا هو هنا يعني اللجنة الولمبية دي كهيئة اهلية ماهيش هيئة حكومية لكن هو اللي اساء الناس المسؤولين في اللجنة الولمبية ورئيس اللجنة الولمبية اساءوا استخدام السلطات وهم اللي افسدوا وخلوا المركز يبقى بهذا الشكل يعني شكرا